بسم الله الرحمن الرحيم فإن أبا نوفال قد شاجب يذبب ورد على إثره وأدركه وقع مرد خاشب تتابع لا يبتغي غيره بأبيض كالقباس الملتهب كان لعنتارة امرأة من بجيلة لا تزال تذكر خيله وتلومه في فرس كان يؤثره على خيله ويطعمه ألبان إبله لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب إن الغبوق له وأنت مسوءة فتأوهي ما شئت ثم تحوبي كذب العتيق وماء شن بارد إن كنت سائلتي غبوقا فاذهبي إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذك تكحلي وتخضبي ويكون مركبك القعود ورحله وابن النعامة يوم ذلك مركبي إني أحاذر أن تقول ضعينتي هذا غبار ساطع فتلببي وأنا امرء إن يأخذوني عنوة حقرا إلى شر الركاب وأجنبي وقال في فرسه الأغر جزى الله الأغر جزاء صدق إذا ما أوقدت نار الحروب يقيني بالجبين ومنكبيه وأنصره بمطرد الكعوب وأدفئه إذا هبت شمالا بليلا حجرفا بعد الجنوب أراه أهل ذلك حين يسحى رعاع الحي في طلب الحلوب فيخفق تارة ويفيد أخرى ويفجع ذا الضغائن بالأريب إذا سمين الأغردنا لقاء يغص الشيخ باللبن الحليب شديد مجالز الكتفين نهد به أثر الأسنة كالعلوب وأكرهه على الأبطال حتى يراك الأرجواني المجوب ألست بصاحبي يوم التقين بسيف وصاحبي يوم الكثيب غزت حنضلة من بني التميم بني عبس وعليهم عمر بن عمر بن عدس الدارم فقتلته بن عبس وتزعم أنه تردى من ثنية وهزمت بن تميم وذلك اليوم يوم أقرا كأن سرايا بين قو وقارة عصائب طير ينتحين لمشربي وقد كنت أخشاء أموت ولم تقم قرائب عمر وسط نوح مسلبي شفى النفس مني أو دنا من شفائها تردهم من حالق متصوبي تصيح الردينيات في حجباتهم صياح العوالي في الثقاذ المثقب كتائب تزجى فوق كل كتيبة لواء كظل الطائر المتقلب وقال يخاطب عمارة بن زياد فإن تك أمي غرابية من ابن إحام بها عبتاني فإني لطيف ببيض الظوبة وسمر العوالي إذا جئتاني ولول فرارك يوم الواغى لقدتك في الحرب أو قدتاني وقال في إغارته على بني ضبه وتميم طربت وهاجتك الضباء السوارح غدت غدت منها سنيح وبارح تغالت بي الأشواق حتى كأنما بزندين في جوفي من الوجد قادح وقد كنت تخفي حب سمر أحقبة فبحلان منها بالذي أنت بائح لعمري لقد أعذرت لو تعذرينني وخشنت صدرا غيبه لكن أصح أعاذ لك من يوم حرب شهدته له منظر باد النواج ذكالح فلم أر حيا صبروا مثل صبرنا ولا كفحوا مثل الذين نكافح إذا شئت لاقاني كمي مدجج على أعوجي بالطعان مسامح نزاحف زحفا أو نلاقي كتيبة تطاعننا أو يذعر السرح صائح فلما التقينا بالجفار تصاصع وردت على أعقابهن المسالح وسارت رجال نحو أخرى عليهم الحديد كما تمشي الجمال الدوالح إذا ما مشوا في السابغات حسبتهم سيولا وقد جاشت بهن الأباطح فأشرعت رايات وتحت ظلالها من القوم أبناء الحروب المراجح ودرن كما دارت على قطبها الرحى ودارت علىها من رجال الصفائح بهاجرة حتى تغيب نورها وأقبل ليل يقبض الطرف صائح تداعب نوعبس بكل مهند حسام يزيل الهام والصف جانح وكل رديني كأن سنانه شهاب بدى في ظلمة الليل واضح فخلوا لنا عوذ النساء وجبب عباب دمهم مستقيم وجامح وكل كعاب خدلت الساق فخمة لها منصيب في آل ضب تطامح تركن ضرارا بين عان مكبل وبين قتيل غاب عنه النوائح وعمرا وحبانا تركن بقفرة تعودهما فيها الضباع الكوالح يجررنها من فلقتها رماحنا تزيل منهن اللحى والمسائح وقال في قتل قرواش وقتل عبد الله بن الصمة نحى فارس الشهباء والخيل جنح على فارس بين الأسنة مقصدي ولولا يد نالته من لأصبحت سباع تهادى شلوه غير مسندي فلا تكفر النعمى وأثني بفضلها ولا تأمنا ما يحدث الله في غدي فإن يك عبد الله لاقف وارسا يردون خال العارض المتوقدي فقد أمكنت منك الأسنة عانيا فلم تجي إذ تسعى قتيلا بمعبدي قال حين قتلت بن العشراء من مازن قرواش بن هني العبسي وكان قرواش قتل حذيفة بن بدر الفزاري فلما أسرته بن مازن قتلته بحذيفة هديكم خير أبا من أبيكم أعف وأوفى بالجوار وأحمد وأطعن في الهيجة إذا الخيل صدها غدات الصباح السمهري المقصد فهل وفي الغواء عمر بن جابر بذمته وابن اللقيتة عصيد سيأتيكم عني وإن كنت نائيا دخان العلندة دون بيتي مذود قصائد من قيل امرئ يحتذيكم بني العشراء فارتدوا وتقلدوا كانت بن عبس غزت بن عمر بن الهجيم فقاتلوهم قتالا شديدا فرمى عن تارة رجلا منهم يقال له جرية وكان شديد البأس رئيسا فظن أنه قتله ولم يفعل فقال في ذلك تركت جرية العمري فيه شديد العير ما تدل سديد تركت بني الهجيم لهم دوار إذا تمضي جماعتهم تعود إذا يقع السهام بجانبيه تأخر قابعا فيه صدود فإن يبرأ فلم أنفث عليه وإن يفقد فحق له الفقود وهل يدري جرية أن نبلي يكون جفيرها البطل النجيد كأن رماحهم أشطان بئر لها في كل مدلجة خدود ترجمة نانسي قنقر